رجل أعمال غني في يوم من الأيام انكسر وخسر تجارته وصار عنده ديون كثيرة ومش عارف ايش يسوي في يوم من الأيام جالس في إحدى الحدائق يحدق في الفراغ ومش عارف ايش بده يعمل قرب منه واحد قال له ما لك شكلك زعلان قال له قصة واحد اثنين ثلاثة اربعة فقال له أنا اسمي جون دي روكفيلر أنا من أغنى أغنية أمريكا ومستعد أني أساعدك لحتى تطلع من هاي الأزمة الزلم انبسطه معاه حق لأنه جون دي روكفيلر من أغنى أغنية أمريكا في تلك الفترة وكان مشهور أنه أنفق مئات الملايين على الأعمال الخيرية كتب له شك بمبلغ كبير جدا قال له بعد سنة بنلتجي هون وبترجع لي الفلوس الزلم قال لك خلص انحلت المشكلة بعدين فكر قال لك أنا ليش ما أوقف على رجلي وأحاول أحل المشكلة بدون ما أحتاج هذا الشك فراح كلم الدائنين تفاوض معهم أجل تاريخ الدفع تبع الدين تبعهم استطاع أنه يحقق عمليات بيع كبيرة لصالح شركته وخلال بضع شهور استطاع أنه يسدد ديونه وبدأ يربح من جديد كمان بعد سنة راح إلى الحديقة متحمس فشاف نفس الرجال قال له شكرا إلك بس أنا ماحتاجت الفلوس أنا قدرت أوقف على رجلي من أوله جديد بدون ما أصرف الفلوس اللي أنا داينتها منك فجأة بتيجي ممربة تمسك العجوز اللي قاعد بيحكي معاه بتقول له الحمد لله أني لقيتك هون فقالت لرجل أعمال صاحبنا إن شاء الله ما يكون أزعجك دايماً بيهرب من مستشفى المجنين وبقول للناس أنا جون دي روكفلر العبرة من الموضوع يمكن يكون الحل بإيدك بس أنت مش شايفه شكرا شكرا